خالد بروين يقدم نفسه يعني أكثر ويعطيه واحد نقدة مختصر عن الحياة دياله ويعني الفن اللي كي تدع فيه وفن الطبخ طبع السلام عليكم ورحمة الله كان حيي الحضور الكريم العلائشي وكان حيي جمعية باب بحر على هذا المجهود الجبار لفتلاته وعلى النجاح لإلقاته المهرجان دي التاقرة بالنسبة لعبد الرابطة خالد بروين كان زاول مهنة للطبخ بالعاصمة البريطانية لندن منذ سنة 1983 أدرست فن الطبخ باللندن زاول شرفت على بزاف ديال المطاعم بالعاصمة البريطانية لندن الآن كنت دير كمشتشر مع بعض المقاطعات في لندن كمشتشر في الطبخ واسميته والطبخ كان عندي هواية وامتهنتوك مهنة الآن ورا عندي واحد الباش في الفيسبوك خالد بروين فيها أطباق ديالي اللي بغايد يدخل ويشوشهم مرحبا به غادي نعطي الكلمة للأخ العربي الإقدامة اللي درس معايا وعلى اتصال مع بعديدنا احترابوا أولا تصفخوا الى خالد بروين راه بصراحة مقالواله لنفسه ومقالواله للمصار المهناني والاحترافي ديروه الفن الطبخ عيباش تعرفوه سيخاد بروين شرف مدينة في العرائس في بيرواندون غيركم تصفخوا عليه بزاق الله يجزيكم السيخون العربي اقدمه أو السعدي كما يحب البعض السلام عليكم كنا ستكي انجليش و هل هضر معكم العربي؟ عربي كريزيا ما نطورش عليكم الأخ خالد رقال شميكينا والهدر من الشيادة من اللي شاركنتم معنا رقبتم اللي ربين رقبت اللي والأخار رقبتم اللي ربين حلنا كتبت لدي العرائش عبنا غير على العرائش واللي طلبوا من ما نجيون عندكم والله كان شرف كبير وتبارك الله عليكم أعرفكم بلفسي سادي محمد العربي منعروف قدامر كعريشي قاح الشغال في دياد انجليزية مدير أعمال ديال الفاندر عندي شهد أفغار ديگري انجليش وشغال في أكبر اكسبيشن ديال المأكبر معارض لكينا في أوروبا كمنا اكسل سنتر كانت تستمر من حاجات كبارة بالصراحة والله هذا الشي اللي عملتو معدنا شي تماما تماما راكم فاجأتونا مطيم بي لكم وشكرا شكرا لكم 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 هذا غلط من أن أحصل من مجلة حكيم فهو أولا أعلنت الضوء بعد خلق ذكر عندي سألون لي لك أخير نعلن على الفائز بأحسن الضوء وفرق المنظمة المغربية للإنقاذ المنظمة المغربية للإنقاذ والإغاثة تورط الله عليهم إذن أحسن الضوء لهذه المنظمة إذا كان معنا الممثل من المنظمة أهيب عنا رئيسة الجميع